بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة امه دا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نختار الجليس في بعض الاحيين فيه جليس بنفرضه على نفسنا لنختيار الجليس بنختار الجليس الحسن او جليس السوق بتبقى في مساحة كده ممكن يطلقبط علينا الجليس ده او الجليس من الجليس الحسن ولا جليس السوق وساعات احنا بنظن الجليس ده هو من افضل الجليس ممكن نعيش معاه فيحرق هدومنا ويملانا بالروائح الكريهة واحنا مش عارفين من الجلساء اللي احنا نتكلم عنهم وممكن يحصل فيهم ده الجليس بيعيش مع ناس كتيرة لان فيه ناس بيعيشوا حياتهم فخورين ان الدنيا عندهم ام او ابيض يسود ما عندهمش رماضي تلاقيهم بيقولوا انا اما احب او اكره انت يا اما معايا يا اما ضدي والناس عندهم اما ملايكة او شياطين بس هو في العيال الناس لهم ملايكة لهم شياطين ان الناس ناس الناس بنى قدمين مش لازم لما تحب واحد تخليه ملاك ولما تكره واحد تدور على اللي تخليه بيه شيطان فكرة اما او او كذين بيتسند عليهم الشخص ده عشان اي حد عايز يلاقي مبرر لاخفاقه او كسله يعني دي فكرة بتعجز الناس مش بتقوي الناس علشان كده اما او دي مغلطة منطقية مشهورة جدا جدا عند علماء الكلام والفلاسفة وتسمى الاحراج الزائف او القسم الثنائية الزائف والتفكير الثنائي ده خلص يعني الناس كلها دلوقتي بتقول ان التفكير الثنائية دي وضع الانسان في حاجة كريتيكال كده حاجة حرجة ده من بيوصلش الانسان انه حط نفسه في حاجة حرجة او حاجة نقدية ده بيوصل الانسان الى ان يتتحطم عنده كثير من المعارف لان المعارف كلها مش اما او طب ليه بقى هي زائفة لان الخيارات مش اتنين بس ما فيش حاجة في الخيارات اتنين بس والالوان مش اندونين بس فما فيش حاجة اسمها اما او لان فيه ابعاد تالتة بعيدة عن اما او والحكاية مش فيها ابيض والاسود بس والحياة فيها الوان كتيرة لان فيها رمادي اللي هو رمز الحقيقة لكون ان فيه الوان كتيرة غير الابيض والاسود فاحنا مش بنقول ان فيه رمادي يعني فيه لون بس تالت اسمه لون الرمادي الرمادي ده بيتكلم على زي ما بيقولوا كده بيتكلم على الاسبكترم بيتكلم على الطيف احنا عندنا طيف ونزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تشوف كده في حديث لا يصليني أحدكم العصرة إلا في بني قريضة الحل لما الناس هتصلي أو ما تصليش فجي حد فقال بوعد ثالث فقال إيه أنا هصلي في الطريق طب هو كده نفذ كلام حضرة النبي وقال لا إذن ده في بوعد ثالث يعني فيه اختيار ثالث ما تصلوش أو صلوا في بني قريضة لأنه قال لا يصليني أحدكم العصرة إلا في بني قريضة ففيه واحد عمل إيه صلى في الطريق فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أقرر لتنين إذن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش المسألة إما أن أنت ما تصليش وإما أن تصلي في بني قريضة لأن إيه اللي حاصل المسألة بساطة خالص فهناك من صلى في الطريق وأسرع لأن مراد رسول الله أنه كان يسرع فعدم وجود مساحة الرماضي في حياة الناس بتبعدنا عن الحياة الحقيقية والاتزان وتحصل حياة كده وكأنها حياة اللي بيسموه بالاستلاح المعاصر حياة فيك مش حقيقية عدم وجود مساحة الرماضي في حياتنا شكل من إشكال العيش بالهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هو هواه إيه ده؟ ده أنا فاكر أننا لما عيش حياتي أبيض وإسود ده أنا بقى إنسان جاد ده أنا بقى إنسان واضح لا لازم نعرف أن طريقة الأبيض والإسود دي مش معناها أن الواحد مستقيم لازم نعرف أن طريقة الأبيض والإسود دي مش طريقة الوضوح إنما هي وسيلة لحماية الإنسان نفسه حتى لو على سبيل الحقيقة أيوا اسمعوا الكلام ده بجد والله حتى لو على سبيل الحقيقة يعني ممكن أنه هو يحمي نفسه والحقيقة بتقوله أنه ده مش أبيض وإسود بس هو يخليها أبيض أو إسود عشان يحمي ذاته يبقى المهم مش عنده الحقيقة هو بيحس بالتهديد هو بيحس بالتهديد لما يشوف ناس مش شبهه فلازم يعمل إيه؟ يقصيهم ويبعدهم يقصيهم بإيه؟ أنتوا أبيض أنتوا معايا أو إسود يبقوا مش معايا ومش بيقدر يفهم إن في ناس عندها أخلاق غيره إيه ده بيوصل الحل ده؟ طبعاً وخاصة في الناس الحساسين وخاصة في ناس كتيرة الدنيا لأما أبيض أو إسود يقول لك الناس إما أخلاقي وإما شخص غير أخلاقي طب ومين الأخلاقي بقى؟ مين اللي عنده قيم اللي شابهي؟ طب ومين اللي مش أخلاقي؟ اللي مش شابهي؟ عاوز بالله طب ودعته والعزو بالله تطفيف هذا والعزو بالله سوء ظن هذا ظلم واللي ما عندهش رماضي تحس أنه عامل زي السخرة شخص صلب وعنده سرعة في إطلاق الأحكام على الناس وعنده مشكلة في علاقاته إذا دا ما بيجتنبش كثير من الظن دا بيقع في الظن يعني لا يسمع قوله وتعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يقسم دا الراجل شغال في الظن طول الوقت لأنه ما بيفهمش معنى العلاقات فما هو ما بيعشش العلاقات مع الناس وما بيعشش قوله وتعالى شعوبا وقبائل اللي تعارفوا أنت اللي تبقى زي ومش معقولة أن أخذ وقت للتعارف أنا بفهم الحاجات أنت لو مزيب أنت مش مستاهل لأن أنا أتعرف عليك وعشان كده دايما بيختبر علاقاته ودايما بيخليه يقع في علاقات سيئة وغير مناسبة لكن العلاقات في الحقيقة بتفرزها الحياة على فكرة ما فيش منع أن أنت تغلط وتقع أنا مش بقول للناس أغلطوا لكن أنت أنت تقول أنا لأ ما بغلطش ونزاك تلاقيه مليان بالكبر الشخص ده ولما تيجي تكلمه يقوله أنا ده أنا أبسط الناس ده أنا واضح جدا 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 لأ أنت حضرتك كبر اللي أنت بتعمله ده كبر لأن الحياة هي اللي بتفرز السواب والخطأ يعني إيه اللي بيعفرز السواب والخطأ مش ممكن أنت تكون صحيح طول الوقت وتكون عارف الأخلاق طول الوقت محدش قال لك تعشق كل اللي تشوفه لكن في فرق بين إنك تفهمه وبين إنك تحبه افهم الحاجة محدش قال لك تقبل كل شيء ومحدش قال لك ترفض كل شيء تعامل مع الناس بصفحة مفتوحة عشان تكتشفهم وتعرف حقيقتهم مش تجيب الحقيقة اللي في دماغك وتحطها عليهم وتبقى ظلمت الناس وتقع فيه التعدي على أعراض الناس حضرت النبي قال كل المسلمي على المسلمي حرام دمه وماله وعرضه أعراض الناس مينفعش تتلعب بها كده ترجمة نانسي قنقر